محمد النني شارك في جزء من المباراة في الجزء الأخير من المباراة بس محمد النني حكايته حكاية محمد النني حكايته حكاية ما احنا زي ما بنغني أو بنتغنى بمحمد صلاح النني لازم ياخد حقه عشان ما بياخدش حقه دايما بس النني سنوات طويلة مع أرسنان ولاعب مهم في أرسنان حتى لو لم يشارك أساسيا كثيرا ولكنه دائما لعب مهم في أرض الملعب وفي غرفة خلع الملابس تشوف أرتيتا وبيتكلم عن المدير فن الأرسنان يتحدث عن قائد حقي يتحدث عن أقصى اللاعب ملتزم في التدريبات يتحدث عن لاعب يحفز دائما زملائه بتتكلم على لاعب اتصاب إصابة المفروض أن هي طويلة شوية قاعد أكتر من شهرين ما يكرم من شهرين ونصف وبيرجع جاهز بيتمرن كويس ملتزم بشكل كبير جدا الفترة اللي كان فيها مصاب روح خد دورات تدريبية مهمة جدا محمد النني الآن وبعد الاعتزال مستقبله باهر جدا في كرة القدم بيركز مهتم وما تستغربش أنا أقول الجملة دي أقولها دلوقتي عشان المستقبل تبقى متسجلة وزي ما يقولوك ده اليوتيوب ما بيخبش حاجة بس أنا بقولك أهو محمد النني هيبقى من الأسماء الكبيرة في التدريب في أوروبا وما تقولش إنها واسعة شوية احنا بقولك المستقبل والله أعلم والله أعلم توقع يعني ربنا اللي عالم بالغيب بس محمد النني بيشتغع نفسه جدا في موضوع التدريب هو شخصية قيادية ملتزم محترف وبالتالي عنده كل المكاومات اللي تخليه في المستقبل مدرم مصري موجود في أوروبا بس خلينا دلوقتي دلوقتي أرسنال في أفضل حالة ممكنة النهاردة بيلعب كرة حلوة النهاردة متمكن بيلعب مع تشيلسي فريق كبير وبيقدر يكسبه النهاردة صحيح بهدف ولكن بسهولة كانش فيه هجمات خطيرة لتشيلسي على أرسنال في هذه المباراة أرسنال كان ضامن الفوس حتى لو بهدف بس أرسنال فريق تيه القوش منافسة طبعا صعبة جدا مع منشستر سيتي ومحتاجة نفس طويل بس نفسي نفسي يبقى محمد النني مع علاقة بالدولة الإنجليزية يستحق هذا مع مشوار احترافي بمنتهى الالتزام بمنتهى الالتزام اللعب ده دايما محمد النني دايما بقول إن هو مش وقت حقه عندنا هنا مع منتخب مصر تحديدا محمد النني بيعمل إيه يعني إيه اللي بيزوده إيه اللي بيضيفه محمد النني لعب تقليدي محمد النني مش لعب كرياتف أو لعب مبتكر لا ده لعب مهم جدا في الالتزام في مركزه رقم 6 لعب بيظهر للزميله بشكل كويس جدا عشان ياخد منه كرات بيساهل اللعب على كل زميله لعب موجود في كل أماكن الملعب وبيعرف يغطي الأماكن بتاعتنص الملعب بشكل كويس تكتيكيا محمد النني موجود في أرسنن حتى هذه اللحظة عشان هو ناضج جدا تكتيكيا عشان كده أي مدرب بيجي المنتخب مصر ورقة محمد النني حتى لو مش بيشارك أساسي مع أرسنن هي ورقة مهمة احنا عادة عادة بنحب الكرة حلوة بنحب اللعب اللي بيرقص اللي بيعمل أسست اللي بيجيب جول الحاجات دي اللي بنحبها بس ده مش مركز محمد النني آه في لعيبة بتعمل ده في لعيبة بتعمل ده بس مش كتير في العالم كله اللي هو مركز رقم 6 الوسط المدافع لكن محمد النني لعب رائع جدا ربنا يا رب يوفقه ربنا يا رب يقف معاه ويخلي إن شاء الله بطلاً ليه الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم طبعاً بالنسبة ليفر بول فهو باعد تماماً تماماً عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وحنا من الكلمة لاتي منافسة تقريباً تقريباً شبه يعني محسومة ما بين أرسنل ومانشستر سيتي خلاص الأمور توترهام مش في حالة جيدة تشلسي مش في حالة جيدة منشستر ده يونايتد طبعاً في حالة كاريسية كالعادة يعني وباقي الفرق ما فيش ليفر بول طوان بيعاني ما فيش هي المنافسة بين أرسنل ومانشستر سيتي